وين الإعانة؟ صرخة مدوية في ردهات الحرم الجامعية من طلبة وطالبات جامعة الكويت والهيئة العامة لتعليم تطبيقية والتدريب إثر تأخر صرف إعانتهم المستحقة وفق النظام المعمول به في التعليم العلي تلك الصرخة قوبلت بتأكيد من المسؤولين بعدم وجود أي تأخير في الصرف والتي صرفت جزء منها في بداية شهر الجاري الطلبة ومن خلال قوائمهم وروابطهم الطلابية وعبر تصريحات صحفية اعتبروا ذلك التأخير تراخيا وتقاعسا من الإدارة الجامعية دون عذر أو مبرر لذلك التأخير غير مبالين بالالتزامات الدراسية للطلبة وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر دشن الطلبة حملة للمطالبة بصرف الإعانة باعتبارها حق من حقوقهم ومبررين استهجانهم بعدم وجود وقت محدد للصرف من جهة والتأخير المتكرر من جهة ثانية خاصة وأن المكافأة الاجتماعية لا تغطي كافة الالتزامات مطالبين بتحديد تاريخ للصرف وتثبيتها على جدول العام الدراسية تحاشيا لتكرار ذلك التخبط على حد قولهم القوائم الطلابية وجمعياتهم في كليات جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة لتعليم التطبيقية والتدريب كانت قد أصدرت في وقت سابق بيانات طالبة الإدارة الجامعية والهيئة بأخذ تلك المطالبات والمناشدات الطلابية بعين الاعتبار فيما جددت قيادات في التعليم العالي التأكيد على تلك الحقوق الطلابية والتي تعطي